ماذا قيل ووصف به السلطان عبد الحميد الثان رجل زمانه؟ رجل بأمة الخليفة المظلوم والكثير الكثير السلطان عبد الحميد ابن السلطان عبد المجيد الخليفة الرابع والثلاثين وآخر الخلفاء الفعليين للدولة العثمانية حكم لأكثر من ثلاثين عاما خلال فترة حكمه كانت دولته تشكل تحدياً لأوروبا واليهود وكانت حسناً قوياً للإسلام وللمسلمين حسب رأي المؤرخين لا يمكن تقديم ما قدمه عبد الحميد الثاني للأمة ببساطة من خلال مئات المقالات بل يتطلب مئات الكتب لإلقاء الضوء على جهوده فقد تسلم الحكم في فترة من أخطر فترات الخلافة ورغم ذلك لم تتمكن أوروبا بقوتها وتفوقها من الاستيلاء على أي جزء من أرض الإسلام خلال فترة حكمه حتى اليهود أنفسهم أدركوا أن استمرار دولتهم كان من المستحيل تحقيقه في ظل وجود هذا الزعيم لم تهدأ حملات اليهود وأوروبا بل بدأوا في التخطيط للقضاء على السلطان عبد الحميد الثان حيث قموا بتمويل عملاءهم من الاتحاد والترقي والأرمن والعلمانيين واليهود بهدف القضاء عليه خططوا لإثارة الاضطرابات والحروب الداخلية وخلقوا مشاكل خارجية ونقلوا عملاءهم إلى كل جوانب دولة الخلافة بداية من الجيش حتى نجحوا في الانقلاب عليه وعزله في عام 1909 تم نفيه إلى سالانيك في قصر كان يملكه أحد اليهود بهدف إهانته وظل في منفاه حتى وفاته حيث أمضى عمره البالغ 76 عاما في خدمة دينه وأمته وفاة عبد الحميد جاءت بعد أن خلف تاريخا مشرفا ملأه التضحية والجهان ومن بين أهم ما قيل عن السلطان عبد الحميد عندما يذكر التاريخ اسمك يكون الحق في جانبك ومعك أيها السلطان العظيم السلطان عبد الحميد الثاني رجل زمانه عبد الحميد الثاني رجل تشتاق له الأمة السلطان عبد الحميد الثاني الرجل الذي ظلمه التاريخ السلطان عبد الحميد الثاني واحد من رجال الأمة الإسلامية العظام السلطان عبد الحميد الثاني رجل بأمة لو تركتم هذا الرجل فانتظروا صحوة المريل السلطان عبد الحميد الثاني الخليفة المظلوم عبد الحميد الثاني آخر سلطان شرعي للدولة العثمانية السلطان عبد الحميد الثاني المفتر عليه السلطان عبد الحميد الثاني شوكة في حلق أوروبا واليهود السلطان عبد الحميد الثاني السلطان عبد الحميد الثاني السلطان عبد الحميد الثاني السلطان عبد الحميد الثاني اشتركوا في القناة